عجبني جدا جدا كلمة محافظة بنك المركزي لما قال وليه الجنيه بربط بالدولار ما احناش دولة نفطية يعني عشان خاطر يبقى عندي الدولار بتاعي هو الاساس اللي قوم عليه جنيه المصري ومن هنا دي برضو انا عشرتي ليها ويعني فكرت فيها لان لما قال بعدها نعمل مؤشر الجنيه قدام سيد السلام من العملات دي كان بتشديني ان انا هيحصل حاجة قرابل من دول وخصوصا لما طلع شوية الحماية الاجتماعية اللي برضو هنكلم عليهم من مجلس الوزراء بتوجهة من رئيس للشعب يعني طبيعة الحال انا كبقرة يعني اقرى سياسة اقرى اقتصاد اقول ان في حاجة هتتم عطور وفعلا حصل امبارح التعويم التعويم كامل والتعويم لما اطلق امبارح وسعر الدولار اللي بوجود في البنوك تسعة عشر سبتين تسعة عشر سبعين خمسة وسبعين ده اللي كان يوم التاب بالليل فجئنا يوم الأربع بالليل فجئنا امبارح الخميس تسعة عشر ثمانين ايه عشرين عشرين وشوية واحد عشرين اثنين وعشرين ووصل تسعة وعشر خمسة وعشرين وستقر امبارح على تسعة وعشرين تقريبا وخمسة وعشر وعشر حاجة زيكا فيه ثلاثة جنيه ونص تقريبا في سبعة اثمان ساعات ووقت فتح البنك المركزي ووقت العمل يعني فده مبارح بعمل بلبلة عامل المصريين احنا مش مش هنجدب ومش هنلاوع ونقول ان التعويم ده حاجة سيئة لا التعويم صح لان لازم يقى فيه يعني قيمة حققية للجنيه وفعلا ده مش سهر الحقيقي الحاجة بس اللي انا كنت مش متوقعها وكان الرجل بيحافظ عليها او كان اللاجل السلسلات البنك المركزي بيتحافظ عليها اللي هو كان في استاذ حسن عبدالله ان هو في اول اجتماع له اسابة الفايدة ما زودهاش مبارح طبعا الفجرنا بين الفايدة زادت مبارح 2% 200 نقطة اساس على الاداع وعلى الاقراض ليلى واحدة 13 وربع و14 وربع الترتيب وسعر الاقتمان والخصم مبارح وصل 13 75 انا اعتقد ان استاذ حسن عبدالله او بانك المركزي بمكشفت ويزود الفايدة خاصة ولكن زيادة الفايدة الفترة اللي احنا قلنا عليها دي او اللي هي مع التعويم هدفها جذب الاموال الموجودة في السوق لان البنك المركزي لما اخد على اعطيكه وسحب سيولة من البنوك وانه سحب كده 100 في 50 في 100 سحب باب لو هو قدره مليارات وبعد كده جيه عمل احتياطي قانوني آسف ازود احتياطي الزامي يعني من 14% ل 18% عشان يسحب باقية الفايدة باقية الكاش يعني الموجود لازال فيه فلوس موجودة في السوق مع الناس ولازال اعصار بتغلى لان العرض قليل وفيه طلب كتير نتيجة وجود كاش فالحل انه يجب ان يزود الفايدة لما زود الفايدة كان طبيعة الحال ان البنوك هتزود لان قبل ما زود الفايدة هو كان اطلق لبعض البنوك انها تزود الفايدة وكل بنك ويفقد استفداماته يعني فيه بنك تسحب منه كاش بودة البنك المركزي والاحتاطي اللازمي بتاعه مقبر هو يودي ويكمل من 14-18 فبالتالي عنده نقص في السيولة وهو ماشي عنده اجراءات وخطرة استثمارية سوى اقراض كروت شخصية وطولون او اتمنى المباشر مع الشركات يعني او قطاع اتمنى فالسيولة دي اصبحت قليلة نسبق له فالبنك المركزي هنا اتحلهم فرصة كنا يعني اسبوعين ان البنك اللي عايز يزود سعر الشهايات عنده او سعر وداية يزود زي ما هو عايز في الحدود المتحدين عشان يعوض السيولة اللي سحبت منه سوى الكاش او عن طريق رفع الاحتراط الالزامي البنك المركزي ما لاحاش كفاية لازال يبدو التضخم موجود والتضخم هيزيد ولكننا متكلم من الالة 18 طب بكرة موقني بعشرين حاجة وعشرين ومن اهم موظائي في البنك المركزي هو الحفاظ او السيطرة على التضخم في البلد السيطرة على التضخم في البلد دي من اهم مهم البنك المركزي وبالتالي زبطة الاصعار دي من ادوات السياسة النقدية الليبتبعها البنك المركزي طبعا في كلمة سياسة مالية عشان بنسبه عن فرقيل سياسة النقدية ومالية النقدية هو دي خطوات البنك المركزي واجراءاته وسياساته اما السياسة المالية فدي خطوات واجراءات وزلط المالية ام البنك المركزي مبارح اضطر انه يرفع الفايدة و Bangladesh بقته عشان يعالج التضخم يقلل تضخم الجزء بتاع المؤشر الجنيه المصري دي هتخد لها وقت مش على طول يعني عشان خاطر يباني سعر الجنيه المصري قدام العملات العملات اللي احنا ذكرناها هيخد وقت فطبعا كان لازم من من التعويم الكامل معنى صح واسمها اعتماد سعر صرف مارين للجنيه قدام العملات اللاجنبية وعشان تخرج بنعباية الدولار وتعمل المؤشر ده هياخد معاك وقت فكان لازم تطلق النهاردة التعويم عشان خاطر يظهر الجنيه بحياته قدام العملات كلها وهتاخد انه ناخد الفترة اللي هي في حدود بانتهر شهور ستة شهور عشان يباني سعر الجنيه المصري قدام بيت العملات اللي هم بيستخدمها حاجة كويسة تانية عملها البنك المركزي في البيعاد بتاعه انه قال انه هبدأ ألغي الاعتمادات المسايدية اللي طبقناها في فبراير اللي فات بالنهاي الديسمبر اللي طبعا فيها اعتبادات مفتوحة حاليا وده هتاخد لها فترة عشان تتلغي فان شاء الله بالنهاي الديسمبر هتكون نتلغية الاعتمادات المسايدية ونبدأ ان نشتغل بالنظام القديم تاني ما فيها مستحصيل برضو من القراطة اطلعت انبارح وده انا بصنا عليها انه رفع انه استثنى العمليات الاستراضية اللي هي اللي كانت مفوضة بالكيب 5.000 دولار فوق 5.000 دولار باعتماد المسادي وقلب 5.000 دولار باعتماد تحصيل رفعها من 5.000 دولار لـ 500.000 دولار فوق 5.000 دولار ستتم في حدود 5.000 دولار ستتمشى بصنات تحصيل بدون اعتماد المسادي اجباري رفع الفايدة في البنوك ده ادى او هيؤدي انه يلمي السولة من الكاش السولة من السوق عشان يقلل التضخم عندما يسحب السولة من الكاش والناس تتوجه للبنوك وتعمل الفايدة لشهادات الجديدة ويتم سحب فبالتالي هيتم هيئل الطلب وبالتالي الاسعار اما تفضل زي ما هي او على الاقل انها هتنزل طب حصل ايه مبارح في الفايدة دي او البنوك عماية ايه من دي من الحاجات البنوك اللي طلعتها مبارح يعني بنك الاهلي وبنك مصر مبارح رفعوا الشهادة من 14% خلوها ب 16% ثلاث سنين فايدة شهرية نقول مثلا البنك الاهلي 16% ثلاث سنين فايدة شهرية و 16.4 فايدة كل ثلاث شهور ثلاث سنين و 16.5 فايدة كل ستة شهور ثلاث سنين و عمل فايدة شهادة ثلاث جديدة 17.4 فايدة سنوية بنك مصر ثلاث سنين و بالضبط ما عندوش الشهادة اللي هي 16 و مصر اللي هي فايدة كل ستة شهور و انا اعتقد ان البنوك هتاخد نفس الحزو ده ولكن مش هتوصل بنفس الدرجة 17 بتاعت البنك الاهلي و بنك مصر لان تغيفة الاموال في بنك مصر و بنك الاهلي اهلي بكتير من البنوك الخاصة نهيك على اننا لازم نذكر ان مثلا من حوالي اسبوعين ثلاثة بنك المصر كان نزود الفوائد على كلها عندو 15% كانت اعلى ساعتها ببنك مصر و بنك الاهلي عايزين نقول ان التعويب اللي حصل مبارح ده امر طبيعي و كنا متاظرينه و كنا عارفين ان هو هيتم يمكن كنا ماشيين اسبوع باسبوع اللي هو التعويب التدريجي ولكن عشان قاطر تمضي مع سندوق النقد وتاخد القرد بتاعك اللي هو قرد السندوق النقد الدولي زي ما اسمعنا بارح في المطار الصحفي رئيس الوزراء و محافظة باك المركزي و وزير المالية مع مندوبة سندوق النقد الدولي في المطار الصحفي بارح و قالك على النسبة او المبلغ اللي مصري هتستحوز عليه او مصر هتبدو و عشان اوضح المبلغ من المصر هتبطرده من سندوق النقد الدولي اللي تقلم بارح في المطار الصحفي و معباره عن 9 مليار دولار متقسمين 3 مليار دولار من سندوق النقد على 6 شهور كانت سندوق الثمانية و فيه مليار دولار من سندوق الاستدامة في البنك المركزي و فيه 5 مليار دولار من الشركاء التجاريين التبع الباك المركزي التبع آسف سندوق النقد الدولي دول الخمس مليار الأخيرة يبقى 9 مليار دولار كان لازم يتم التعويم عشان خاطر يبان سعر الجنيه الحقيقيه ده من العملات و مؤشر الجنيه اللي هتذكر في المؤتمر الاقتصادي اللي قاله ابو حافظ باك المركزي ان هو هيقوم بالجنيه قدام ساله من العملات ده بيخرج الجنيه المصري من عباقة الدولار ده حقيقيه و هتتعامل مع العملات الأخرى اللي ذكرناها مع دولها لانها فيه شراكة تجارية معهم سواء السراد و تصدير فده هيتحلك انك تخرج مع بعض الدولار و خصصا ان زي ما قال محافظ باك المركزي ان مش امريكا هي الشركة التجاري الاول مع مصر ان شاء الله في الحلقة الجاية هنكمل مستحدثات الدولار الجديد و هنتكلم شوية على المؤتمر الاقتصادي مصر 22 اللي تم من حوالي اسبوع اشتركوا نعرف ايه اخر مخرجاته اللي تحصلت ده اللي انا كنت بحضر الله عز كاليفي بصراحة بس طبعا موضوع مبارح هو اللي شاباتنا كلنا كلنا نزم اطلع كاليفي اه شوفكم ان شاء الله الرحلة الجاية كان معكم انا عمديت دايم مع الف سلامة شكرا اشتركوا في القناة